السلام عليكم ورحمة الله أحبابي وأصدقائي أبطال الصف الأول معكم مستر سعيد بدوي ومعنا حرف الثاء الدرس الثاني حرف الثاء ألاحظ وأقرأ الكلمات ألاحظ وأقرأ الكلمات ثلاث ثلاث يعني ثلاثة حرف الثاء جاء مرتين مرة في أول الكلمة ومرة في آخر الكلمة يتحدث يتحدث يعني يتكلم يتحدث حرف الثاء جاء في آخر الكلمة وجاء منفردا لأن حرف الدال لا يشبك من بعده أبدا حرف الدال لا يشبك من بعده ألاحظ وأقرأ الجمل ألاحظ وأقرأ الجمل عمر يتحدث مع أبيه عمر يتحدث الثاء جاءت في آخر الكلمة وعليها ضمة وجاءت منفردة ليه لأن الدال الحرف الذي قبلها لا يشبك من بعده عمر يتحدث مع أبيه في متجر الألعاب في متجر الألعاب عمر يقول لأبوه أبي سأختار ثلاث لعب هيختار ثلاث لعب حرف الثاء جاء في أول الكلمة وعليه فتحة وجاء في آخر الكلمة وعليه فتحة أيضا ولكن جاء في آخر الكلمة منفردا لماذا؟ لأن حرف الألف الذي أتى قبله لا يشبك من بعده الأبو قال ثلاث كثير يا عمر ثلاث كثير يا عمر حرف الثاء هنا في أول الكلمة وحرف الثاء في آخر الكلمة وهنا حرف الثاء في وسط الكلمة كثير كثير يا عمر عمر قال سيارة لي سيارة لي وأرنب لمهند ودمية لأحلام عمر قال سيارة لي وأرنب لمهند ودمية لأحلام الأبو قال أنت أخ صالح يا عمر أنت أخ صالح يا عمر يعني أحسنت يا عمر لأنك تراعي مشاعر إخوتك الآخرين كثير حرف الثاء جاء في وسط الكلمة لا تقل كسير كسير يعني مكسور أما حرف الثاء ينطق هكذا كثير كثير حرف الثاء جاء في وسط الكلمة وتحته كسرة يتحدث حرف الثاء جاء في آخر الكلمة وجاء منفردا وعليه ضمة وجاء منفردا لماذا؟ لأن حرف الدال الذي قبله لا يشبك من بعده ثلاث حرف الثاء جاء في الأول الكلمة وعليه فتحة وحرف الثاء جاء في آخر الكلمة وجاء منفردا لأن حرف الألف الذي جاء قبله لا يشبك من بعده أقرأ وأجرد أقرأ وأجرد ثلاث حرف الثاء في أول الكلمة وعليه فتحة كثير حرف الثاء هنا في وسط الكلمة وتحته كسرة يتحدث حرف الثاء في آخر الكلمة وعليه ضمة أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد الصوت القصير كما يقولنا ونقول باستمرار الصوت القصير الحرف يكون عليه الحركة حركة الفتحة الضمة الكسرة أما الصوت الطويل فالحرف يكون بعده حرف مد وحروف المد كام ثلاثة أحسنت مد بالألف مد بالواو ومد بالياء الصوت القصير سا فتحة سا سا ضمة سو سا كسرة سي سا سو سي أحاكي عمر في استخدامه النداء بيا يا حرف نداء أحاكي عمر يعني أفعل مثل ما يفعل في استخدامه حرف النداء يا يا مهند كل بيمينك يا مهند كل بيمينك أستخدم يا عندما أطلب من أخي أن يشرب الحليب أطلب من أخي أن يشرب الحليب يا أخي اشرب الحليب يا أخي اشرب الحليب عندما أطلب من أخي أن يغسل يديه يا أخي اغسل يديك يا أخي اغسل يديك عندما أطلب من أبي أن يستحبني معه إلى السوق يا أبي من فضلك استحبني معك إلى السوق يا أبي من فضلك استحبني معك إلى السوق وإلى هنا أحبتي ينتهي هذا الدرس درس في الثاء وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو ليك و لإصحابك عشان يعمل خير وتدعمنا ومع أطيب وأجمل وأحلى وأرق أمنياتي ودعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي مستر سعيد بدوي